هل يشك المسلم في التوحيد؟ هل تشك في أن الإسلام دين حق؟ هل تشك في أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام؟ لو تشك واحد بالمئة أن تكابل إذا لابد أن نتمسك بهذا الدين ندعو الكفار لكن لابد أن نعمل بالإسلام قبل أن ندعو إليه لأن أحيانا الدعوة بالعمل تكون أعلى من الدعوة بالقول الكفار الآن ينظر إليكم أنتم دعات إلى الله دعات إلى الله بالعمل الدعوة إلى الله ليست بالقول فقط ينظر إليك الكافر هل تشرب الخم؟ هل تكذب؟ هل تحافظ على الصلاة المفروضة الخمس أو لا؟ هل تأتي بالطاعات؟ هل تجتنب المحرمات؟ إذا لابد أن نعمل بهذا الإسلام هل تحافظ على الصلاة المفروضة؟